نفذت جمعية الرحمة العالمية الكويتية مشروع الأضاحي بتبرع المحسنين من دولة الكويت حيث صنف هذا المشروع بأنه أكبر مشروع خيري في عيد الأضحى المبارك بقطاع غزة حيث وزعت الأضاحي على أشرة ألاف أسرة فلسطينية من أصحاب المنازل المدمرة والفقراء في كل المناسبات تحل الكويت لتتفقد أبناء فلسطين المحتلة فمن جديد امتدت أياد الكويت البيضاء وكما عودتنا بسخائها وكرمها الإنساني الذي تحدى كل العطاءات بتوجيهات قيادتها الحكيمة فقد نفذت جمعية الرحمة العالمية الكويتية مشروع الأضاحي بتبرع محسنون الكويت حيث صنف بأكبر مشروع خيري في عيد الأضحى بغزة حيث تم توزيع حصص الأضاحي على أكثر من عشرة ألاف أسرة فلسطينية من أصحاب المنازل المدمرة والفقراء واصطى الظروف الصعبة التي يمر بها سكان قطاع غزة نحن الآن نتجول في أحياء وزقة مدينة غزة نتفقد الناس وأحوالهم المعيشية الصعبة التي عانوا من خلالها سنوات الحصارة التي ضاقت بهم وبأحوالهم المعيشية فجئنا باسم دولة الكويت وشعب الكويت الذي تعودنا على كرم وجوده نتفقدهم في مثل هذه المواسم وكما ترون الآن تفاعل الناس واستجابتهم مع هذه المساعدات التي شعروا بالفرحة والسرور التي دخلت إلى كل بيت من الشعب الفلسطيني ووسط ذلك بدت مظاهر الفرحة والشوق ظاهرة على وجوه الأطفال والفقراء وأصحاب المنازل المدمرة الذين استفادوا من حصص الأضاحي فعيد الأطحى يمر على سكان القطاع عقب الحرب الإسرائيلية ووسط ظروف اقتصادية خانقة المواطنون وجهوا بطاقات المعايدة والشكر لأمير وحكومة وشعب الكويت على هذه اللفتة الكريمة نشكر الكويت أميرا وحكومة وشعبا وهذا طبعا العمل التي تقوم به الكويت هذا يعني نعتبره إحنا يعني دايما جهدهم اللي دايما بيقوموا فيه يعني منذ زمن بدعموا الشعب الفلسطيني وبدعموا القضية الفلسطينية والحمد لله والله ما حدث سعادنا الحمد لله الله يعطيها يا ربا دولة الكويت هيها اللي زاعدتنا وططنا ألف شكر لدولة الكويت والأمير الكويت ولا القائمين في الجمعية ولا اللي بودونا ولا اللي بفقدونا دايما ألف شكروا كل عام أنتم بخير ها هي الكويت بعطائها وكرمها لم تتدخر جهدا في الوقوف مع الفلسطينيين في سرائهم وضرائهم منذ عقود مضت ولا زالت كل عام والجميع بخير سعاد الإمام تلفزيون دولة الكويت من حي الشجاعية غزة فلسطين